أهلا بكم مرة تانية في الفقرة دي عايزين نتكلم مع حضراتكم عن موضوع مهم جدا الحقيقة في الموسم الحالي فيما يتعلق بألعاب الصلاة في النادي الأهلي نقدر نقول انه شاهد حصد العديد من البطولات وفارق كبير جدا ما بين النادي الأهلي وبين أقرب منافسي وده اللي نرجع ونقول بيخالينا لما نقول جملة أو عبارة ملوك الصلاة فاحنا مش بنقفور في الكلام بأي حد من الأحوال وتعالوا نعرف التفاصيل من خلال ضدنا اللي منورنا في الفقرة التانية والأخيرة من حلقة النهاردة للمستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي يا صباح الخيرات وأهلا بكم صباح الفلس صباح الفلس يعني مبارح ويمكن مش مبارح بس يعني احنا دايما الحمد لله بقالنا الموسم ده تحديدا بنقول انتصار وقبارة انتصار مختلف للنادي الأهلي في رياضات المختلفة زي ما كنا بنتكلم فخليني اروح معاك بداية فكرة ان انا يبقى عندي طفرة في الرياضات أو رياضات الصلاة بتاعتي وبهذا الشكل انا مش بس بنافس على مراكز اولى لا انا بحصل على المراكز الاولى فده انجاز كبير فيه تدعيم كان للصفوف بشكل رائع فيه كامستري حلوة ما بين المدرين الفنيين ومجلس الادارة فكرة ان انا اعمل او يعني اسهل كل الصعاب الموجودة احل كل المشاكل الموجودة ده شفنا الموسم ده واللي فات تحديدا بشكل كبير جدا وده اللي اثر على نتائج النادي الاهلي فيه الالعاب المختلفة خلينا نبدأ من النقطة دي وفكرة المنظومة النكحة وازاي ممكن ده كمان يستمر لا هو الاهلي تحديدا استنادي مقدم موسم ولا اروع ولسه انتظار كمان بطلاط قادمة ان شاء الله للفترة الجاية الاهلي كحصائية ارقامه وطبعا يعني بستثناء بعيدا عن ضياع كأس مصر امبارح لكرة الطائرة لكن اهلي بحقق 14 لقب مقابل 3 لقب لنادي الزمالك ولقب واحد بس نادي الاتحاد السكندري بعد حصوله على كاس السوبر في كرة السلة لكن بستثناء كده حتى فارق المقارنات او المواجهات بين الاهلي وبين الزمالك في كل الامعاب بيصوب بالصالح الاهلي يعني لو لو تكلمنا مثلا عن بعض على فكرة بالرغم من ضياع الكاس والدوري بالنسبة للطائرة الاهلي قابل الزمالك السناني عشر مرات في الكرة الطائرة الرجال كسب ست مرات وخسر اربعة لكن هي المشكلة ان الاربع مرات اللي خسرهم كانوا بلقبين لكن في المجمل في المجمل للطائرة الاهلي كده كده كان هو صاحب اليد العولية الفرق الكبير ده بين الاهلي وبين اقرب منافسي زي ما حدك تفضلت 14 بالمقارنة 3 فالفرق كبير هل الاسباب الاساسية للنجاح ده وللتفوق ده هل جاي من كواليتي اللعيبة اللي موجودين في فرق النادي الاهلي المختلفة في الرياضات الرياضات الصلاة سواء هاندبول او باسكتبول او بولي او الاخير ولا جاي من القيادة الحكيمة والرشيدة ولا جاي من جلب مدراء فنيين على اعلى مستوى من اهم الدول اللي بتصدر النوع ده والله اساس كريم اقدر اقول لحضرارك ان كل اللي انت بتقول ده هو الاهلي كده كده بيخطط اصلا يعني ببقى فيه تخطيط بشكل مستمر انت ما بتحصلش عندك تفرف سنة وبعد كده الدنيا بعد كده بايت السنين الدنيا بتبقى عندك فيها مشاكل انت حتى السنة اللي فاتت انت كنت محقل علامة كاملة مثلا في الباسكت خمس القاب من خمس القاب السنة دي انت بحقق لقابين من ضمن القاب دي وعندك بطلتين تانين انت منافس اساسي ومباشر فيهم انت وصلت خلاص فاينال دور السوبر وبنسبة كبيرة البول ان شاء الله خلاص مجرد فوزنا في المباراة من التلاتة تبقى دمان تتقاول مباشرة للنهائي يعني النهائيات بتاعت البول فانت عندك فيه تخطيط مستمر مش بنتكلم في لعبة بقى معينا انت بتقل زي احنا انا خدت بس مثال الباسكت لك انت مثلا في الهند بول كان عندك السنة اللي فاتت فيه بعض المشاكل السنة دي البطلتين اللي تلعبوا على مستوى المحلين تقدرت ان انت تفوز بهم دور الكاس وداخل بقى على مطرق تاني افريقي اللي هو السوبر الافريقي وبعده كاس الكؤوس وانت مرشح بالقوة جدا ان انت تقدر تحصل على البطلتين دول في ظل التدعمات كمان للاهل يعني الاهل ما يكتفيش بقيمته او بالقيمة اللي موجودة اللي مليانة نجوم الحاجات اللي ممكن بتكون طرقت على الفرقة يعني مثلا في الهند بول كان حصل عندك مشكلة صابت عبد الرحمن حمايدي اللي مناله الشفاء بعد اجراءه العملية الرباط الصليبي لولا قصة غيابه كان ممكن التدعم يكون في مركز تاني بعيدا عن حرصة المرمى لكن انت بمجرد مفاقته كان عندك النظرة والفجن انت تشوف مين ممكن يكون ان يقدر يبقى متاح وتعوض بغياب عبد الرحمن حمايدي بشكل مباشر فكان دي من ضمن الحاجات اللي انا بقول لحضرك عليها انه كده كده فيه تخطيط بشكل مستمر ملف العاب الصلاة بيضارب في النادي الاهلي بشكل مميز جدا يعني تحت قيادة الوزير العامري فاروق وطبعا كابتال خالد العادي مقدم شغله ومجهود جبار خلال الفترة اللي فاتت ففيه نتاج كبير جدا شوفنا كمان كابتال خطيب واعدته مع المديرين فنيين منهم كان كابتال محمد بن صرحي بعد فقدان الدوري انه بيتكلم لا جمهور الاهلي مش هدف ان انت حتى حققتم ده يعني الاهلي بالرغم ان انت خسران دوري وكاس على المفطال المحلي في الكرة التاري لكن انت بحقق بطولتين كان كاس السوبر في بداية الموسم كاس السوبر والبطولة العربية فمش ان انا خسر بطولة هي بتبقى بالنسبة لنهاية المطف لكن في نفس الوقت انا لازم يبقى فيه عدد تصحيح وانا مش اكتفي بالبطولتين اللي انا خدتهم على غرار ما بيتم مع بعض الانديات تانية طيب لو هنتكلم دلوقتي كمان على الفرق الاولى والناشئين والناشئات احنا برضو لاحظين او ملاحظين يعني ان فيه طفرة كبيرة في الناشئين والناشئات يعني كنا الاول نقول فريل اول هو اللي بيفوز وغيره في الرياضات المختلفة لكن كمان ناشئين والناشئات دلوقتي بيحققوا بطولات فالله كنت اخيرا مبرح ولسه مبرح كنا معنا الخبر بالزرق فده برضو انعكاسه ايجابي جدا يعني خليه يكون صريحة ما كانش بالصورة دي زمان يعني فيه تقلق رائع هقول لها حضرتك هو كده كان الاهلي طول عمره بمدرسة بتبدأ تفرق لعيبة وبتحقق بطولات وتاخد من المصنع بتاعه الاهتمام بتاع الاعلام بالالعاب الصلاة خلال الفترة اللي فاتت لا تطور بشكل كبير جدا انت قصة انه كمان الاهتمام ما بقاش بالجانب الرجالي او على صعيد الرجال فقط لا ده كمان الموضوع راح الاهتمام بينه العنصر النسائي او السيدات احنا كلنا كنا شوفنا كلنا كنا سوعة ده يعني بحتى بالتويتر او بالحالة اللي كان حطاها محمد صلاح على صفحته لما كان بيتفرج على مباراة اهلي وزمالك في الكرة طايرة سيدات فده يعني حطت اللعبة نفسها اه في حتة تانية او ان محمد صلاح لما يكون بيهتم بانه بيشاهد مباراة زي دي فجذبت الهضواء والانتباه لناحية العب الصلاة بشكل كبير في ظل ان هما كده كده كمان يعني اللعبة دي بتقدم نجاحات كبيرة جدا مع المنتخبات او مع فرقها سواء الاهلي او الزمالك او اي نادي اه محلي لما بيروح يشارك في البطرات الافريقية على ذكر المنتخبات من قديم الازل وطبعا الكلام ده زي ما بيحصل في كرة القدم بيحصل في كل الرياضات طالما بنكلم عن الرياضة احنا عندنا فيها منتخب دايما بتلاقي ان المنتخب ده قوام الرئيسي والاساسي جاي من لعيبة النادي الاهلي ونادي الزمالك فرصة لبقية الفرق غير الاهلي شكل الحيادي لو انت عندك مدير فني محترف وما بيمرس على اي ضغوط هتلاقي الحضرك بتتكلم عليه ده يعني ده كان بيحصل ايه نوع الضغوط اللي ممكن تكون بتمرس عليه طبيعي انت كده كده بيبقى خلاص انت جاي لقايمة هذه العيبة المستدعات وده حصل في كتير من الاتحادات وكتير من يعني ندعي لذكر الاسم ولو عايزين نذكر ما عندناش ما عنديش مشكلة في انها تكلم على الحالات بعينها كانت حصلت لعيبة ده تم بضمهم لمجرد ان هم موجودين والده او والدته عضو مجلس الدراف الاتحاد او مدير تنفيذ الاتحاد لا يعني هو مش هقدر اقول ما بقولش ان هو لعب سيء لكن فيه الافضل منه يعني هي القصة ان هو مش لعب سيء هو مش اختياره عارف النقطة اللي تتكلم فيها دي اتنا وقد كان بتتكلم في جوز الاول من حلقة النهاردة فيها على ابن اللعب الكبير سيد معمر يعني ان فعلا فيه ناس ممكن انا هقول لحضر نفس الشبهة ولكن بإمكانياتهم يثبتوا العكس ده حقيبة ده فعلا انت وقات كتير جدا فيه لعيبة بيتدس عليها عشان خطر هي ابن نجم وده كان لنا مثال في ذلك مثلا مؤمن طرق خيري ابن كابتن طرق خيري في البسكت ناس كتير جدا معين انا شايف الولاد ده من هو صغير من عن 16 سنة قلت هيكون لعيب كبير جدا استنوا اللعب ده في الاهلي هيكون حاجة نسخة هتتفوق على والده يعني فيه لعيبة منتك تبقى شايف ان النسخة اللعيد ده لما يبدأ ياخد احتاجاته الخبرات ويبدأ يلعب بشكل كبير مع الفريق الاول ويحتاج هتشوف نسخة هيلة وده اللي حصل انه لما تم انه مؤمن صبر واستحمل انت الطبيعي مش مجرد تصعيدك لفريق الاول يبقى انت خلاص ده منت مكان طبعا لا اساسي ده انت بتعافر يعني بتنفس لعيبة عندها خبرات من الخبرات اكبر منك لعيبة اصلا كده كده عقليتها نفسها المنتاليتي تعيتها مختلفة عن فكرك بشكل كبير انت طالع لسه عندك دراسة وعندك زميلة كعايز تخرج لكن هو بالنسبة له خلاص بقى هو لعب محترف بقى يكيل البسكت او اللعبة اللي هو بيمارسها بالنسبة له هي دي شغله هو ده حياته اصلا بقى شكله بالنسبة له حياته هي اللعبة دي فمجرد ان انت تبدأ تطلع وتبدأ تحط نفسك مكان في المكانة دي وان انت تبقى تكون من ضمن العناصر الاساسية للفرقة فانت ده هو ده بقى الرهان اللي بيكون محطوط عليك انا عايزة اسألك شوية وده يعني حيبقى متعلق شوية بالسؤال اللي سألتولك فكرة الناشئين والفريق الاول هل النقطة كمان ان انا التطور اللي حاصل ده راجع شوية لفكرة برضو السفقات اللي الاهلي عملها مؤخرا هل فكرة ان انا ادمج ولاد النادي مع برضو الخبرة الاجنبية سواء في التدريب على مستوى التدريب او اللعيبة ده هو عمل طفرة شوية شفناها في البسكت على سبيل المثال في الطائرة ده اللي قد شوية لتطور ده حقيقي ان اللعيبة نفسها لما تبدأ تتعامل مع فكري مختلف هو الراجل الاجنبي ما بيهموش غير شيء واحد بس هو المكسب هو ما عندوش شوية العواطف بتاعتنا يعني هو في الاخر اللعيب اللي هيقدر انه هو يقدم لي نسخة اقدر اكسب فيها وفوز او ان يكون هو العنصر اللي انا ارتكز عليه اللي ببني عليه هو لا يكون موجود ومتاح معايا انا ما عنديش مشكلة خالص كل اللعيبة واللعيبة اللي موجودين مسجلين عندي في الفرقة وفي القايمة ليهم كل التقدير والاحترام والمحبة لكن احنا مجرد ما ندخل الارض الملعب كل اللعيبة هيكونوا بالنسبة لي سواسية ما عنديش لعيب ستندر ايه واللعيب تاني والخبرات الاجنبية ممكن برضو بتفيد سواء على المستوى اللعيبة او على المستوى كمان الادارة التدعيمات بقى بتاعت ان انت تجيب العيب اجنبي هو العيب الاجنبي بيكون هو جاي لهدف معين هو جاي عايز يعمل لنفسه تاريخ لفترة معينة لانه هو بالنسبة له هو مش عقده جاي 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 عاد عامل هو بالنسبة له انت العيب المحلي انت ممكن تكون ماضي عقد 4 سنين فما عنديش مشكلة لحتى لو انا وكستش الموسم ده الموسم الجاي ممكن هابدأ اعوض يعني لو انا دوم اننا موجود كعنصر اساسي من ضمن عاصر فريق لكن المحترف هو جاي المهمة معينة فبالنسبة له هيتحاسب على التارجة اللي انت دخله ده خلينا نختم بقى اللقاء الجميل اللي حداك نورتنا وشربتنا فيه اللي طبعا منشكرك عليه جزير الشكر بالتأكيد على واقع معين عشان برضو الامر لا يخرج من المشككين لما منيجي نقول ان فرق النادي الاهلي المختلفة هي ملوك الصلاة احنا كده بنقفور في الكلام ولا بنقفره واقع لا دا حقيقة بالأرقام بصا يبقى نقفل على كده يبقى نقفل على كده هقول لأ حضرك على حاجة الأرقام لا تكذب ولا تجمع يعني انت لما بتيجي تتكلم في رقم هو ملوش علاقة خالص يعني هل احنا محدش يقدر ينكر يعني أسف فورة القدم لما بتالع النادي الاهلي لدي قارن بالتأكي في رق تالية تقول لك لا دا دا حل لدي قارن يعني فشيء بسيء عوالكس عوالأرقام بس انت المعيار اللي تم الاختيار عليه كان معيار شكله عامل ازاي بس فأشترك على وجودك معنا نورتنا دائما التاريخ موجود ولغة الأرقام هي اللي بتكون يعني الحاكم في هذا الأمر وستاذ محمد نورتنا وجد ونشوفك مرة تانية إن شاء الله نشكر حضراتكم على متابعاتنا أكيد النهار دي نشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة أنا وكريم وعشوا صبح في الأهل مع السلام